السلام عليكم ورحمة الله عزائي المشاهدين أطيب الله ووقاتكم بكل خير قبل البداية والدخول في التفاصيل لن نضع عليك لهذا الفيديو إلا من يتعاطف مع هذه الفتاة الشقيقتان اللتان أصبحت حديث الساعة في كل مكان سواء في الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي الحديث هنا عن رانيا وحبيبة تبين أن حبيبة هي الفتاة الطيبة والبريئة بينما كانت رانيا هي الطرف الذي ارتكب الأخطاء وظهر في صورة ظالمة لكن ومع انتشار الحلقة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقع ما لم يكن في الحسبان وأثار موجة من النقاشات والتساؤلات حيث قامت رانيا بوضع صورة لها مع خطيبها على حسابها الشخصي أنستغرام ولكن اتضح بعد ذلك أن ترك الصورة مجرد صورة مفبركة وهذا يدل على أنها بدون خطيب وذلك مجرد كلام لا أساس لها من الصحة شكرا للمشاهدة